اهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى هذه الحلقة الخاصة من من الآخر بمناسبة الذكرى الرابع والثلاثين لتأسيس تجمع اليمن للإصلاح وهو من أهم الأحزاب في البلد في هذه الحلقة الخاصة نلتقي الأستاذ علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمن للإصلاح مساء الخير أستاذ علي مساء نور ابتداء أستاذ علي ربما قد لا يرغب هذا السؤال لكن هناك كثير وكثيرون قالوا ما المهم في الاحتفاء بالإصلاح فيما البنية نفسها البنية الجمهورية النظام السياسي التعددي لم يعد موجودا مساء الخير على الجميع وأولا نفسي وكل يمني بالناسبة ساعة ستنبر العظيم ميلاد الجمهورية يعني ميلاد الثورة اليمنية وقيام الجمهورية وأيضا في نفس هذا الشهر كان ميلاد تجمع اليمن الإصلاح هذا الاقتران المبارك الذي يجسده اليوم الإصلاح بكونه حزب الجمهورية وحائط صد في وجه الإمامة والكهنوت والعنصرية وبنسختها الجديدة الأسوأ التي يراد اليوم أن تفرض على اليمنين ويقف الإصلاح في مقدمة الصفوف مع كل شركائه الوطنيين في استعادة الجمهورية بإذن الله سبحانه وتعالى الأهم يعني نحن نقول بأن الإصلاح اليوم هو حزب الجمهورية وهو حزب الوحدة الوطنية بامتياز إذ يتواجد هذا الحزب من المهرة إلى صعدة ومن الشرق إلى الغرب وبين كل فئات المجتمع اليمني بما يجسده من حالة موضوعية كوحدة وطنية على كامل التراب الوطني وأيضا هذا الحزب الذي يتجاوز كافة الدعوات العنصرية والسلالية والمذهبية ودعوات التفتيت ويعتبر بحق يعني بحجم هذا البلد وهو من هذا المنظور يعتبر يعني من أهم الأحزاب والرافع الوطنية والسياسية في هذه اللحظة كما أن أيضا لصلاح وتماسكه بكون حزب واحد وموحد رغم الاستهداف الذي طاله والهجم الشرسة وتعرف أن الانقلاب الحوثي على الدولة اليمينية في 2014 كان بالأساس يستهدف الجمهورية ولكن يتضح فيما بعد ولكن كان يرفع عنوان القضاء على الإصلاح أقول بأن رغم كل هذا الاستهداف من الحوثي ومن غيره إلا أن الإصلاح لا يزال وسيظل بإذن الله سبحانه وتعالى هو الرقم الأهم والفاعل في الساحة اليمنية يعني تحتفلون بالنقاة مثلا بنقاة الحزب وموت الأم اللي هي الجمهورية والوحدة لا نحن نحتفل بالحزب باعتباره أداة من أدوات الجمهورية اليمنية والوحدة 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 الوطنية أين الجمهورية والوحدة دعني إذا تكرمت الجمهورية اليمنية اليوم موجودة بيد أبناءها في الداخل والخارج وفي كل مكان على أربع الوطن الحوثي يتواجد في بعض المحافظات اليمنية ويضيق اليمنين ألوان العذاب والقهر والاستبداد وينظر لهم كرعاية واليمن محررة ومعظم الأرض اليمنية اليوم بيد أبطالها ورجالها من بقية كل المحافظات اليمنية أكثر من 80% من الأرض اليمنية هي بيد الشرعية اليمنية لكن هناك مشروع انفصالي داخل الشرعية اليمنية لا يوجد بهذا المعنى مشروع انفصالي هناك قضية جنوبية نحن نتفاهمها جميعاً كل القوى السياسية وهناك حوارات تجري من أجلها والمجلس الانتقالي اليوم موجود وممثل في مجلس الرئاسة والحكومة وبقية مؤسسات في الدولة اليمنية والجميع متفقين على أن الحوثي هو خطر وجودي في هذه اللحظة والقضية الجنوبية كما قلت لك هي مفتاح أساسي ورئيسي في حل القضية اليمنية عموماً إذن تجدون في الإصلاح لأن الجمهورية مدهة الباقية الوحدة باقية وكذلك التعددية السياسية باقية الجمهورية باقية وستبقى والوحدة الوطنية والوحدة بمعناها الجغرافي في إطار اليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني باقية وستبقى ما بقي اليمنيون جميعاً ولكن أيضاً عندما تكون هناك مشكلة في أي جزء من أجزاء الوطن فالحل معها هو في الحوار السياسي وفي الحوار المعمق والنقاشات والوصول إلى اتفاق مرضي للجميع باستثناء أولئك الذين قاموا بالانقلاب على الجمهورية اليمنية واستخدام السلاح لمحاولة عودة الكهنوت والعنصرية والإمامة من جديد وفرضها بقوة السلاح هذا هو الخطر الذي نراه جميعاً موجود حالياً بقية القضايا يمكن النقاش حولها والوصول معها ومن يتبنها على طورة الحوار إلى نقاط اتفاق لكن أسأله ألا يبدو الاحتفاء من الأحزاب بذكرات أسيسها الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي مستفزاً للناس لا بالعكس الاحتفاء بالإصلاح هو احتفاء بالسياسة بالتعددية بالعمل السياسي بالعمل المدني بالمنظمة المدنية بالمجتمع الأهلي الاحتفاء بأي حزب كان كان هناك ذكرى قبلها ذكرى قيام المؤتمر الشعب العام واليوم ذكرى قيامة تجمع اليمن للإصلاح وهنا أحيي كل المنتمين التي تجمع اليمن للإصلاح في كل مكان على جسامة التضحيات وما قدموا من تضحيات في سبيل الجمهورية وفي سبيل الاسترداد الجمهورية من قبضة الإمامة أقول بأن الاحتفاء بالحزب واحتفاء بالعمل السياسي المدني وبلا شك علينا أن نلاحظ جميعا أن البديل للتعددية السياسية والمجتمع الأهلي والمدني والمنظمة المدنية هو القوى العسكرية والمسلحة هو التعصب والقوى العسكرية هو كل الأطياف ما قبل الدولة وكل التشكيلات ما قبل الدولة طائفية العنصرية طائفية العنصرية المناطقية هذه كلها أشكال ما قبل الدولة يعني بديلها الموضوعي وبديلها المناسب والآمن والأفضل هو الحياة السياسية والتعددية السياسية والحزب نعم لنتفك معكم أن الاحتفاء بالحزاب هو احتفاء بالسياسة لكن أيضا هناك كلمة الأستاذ اليدومي بهذه المناسبة وهناك بعض المضامن فيها ربما تحتاج بعض الإضاحة تابعت الكلمة وأجده يؤيد السلام ويقول سلام عادل مبنع المرقعيات وأن تسلم الميليشيا سلاحها هذا الخطاب ربما تجاوزوا الزمن هذا كان يناسب 2014 قبل سقوط صنعة هل تكد أنه من المنطقي القول الله القضايا العادلة لا تجاوزها الزمن القضايا العادلة لا تجاوزها الزمن هل تقدرون على نزل سلاح الحزب؟ وإن كان ميزان القوى العسكرية قد يتغير بين فترة وأخرى لكن القضايا العادلة لا تجاوزها الزمن مطلب إسقاط الميليشيات ومطلب مركزية الدولة القانونية والشرعية اليمنية ومؤساتها ومطلب إلقاء السلاح هذا مطلب أصلا لا يمكن تحقيق هل تملكون القدرة على الرغبة؟ قد يكون في هذه اللحظة هناك عدم قدرة على إسقاط المشروع الحوثي الآن بقوة السلاح في هذه اللحظة لكن أقول وأكد بأن الحوثي لن يرضخ للسلام ما لم يتم انكسره عسكريا وجود الحوثي متفوق عسكريا خصوصا في قضية الصواريخ والطيران المسير هو تهديد ليس لليمن فقط ولكن للجيران وحتى على المسارات لكن الجيران لم يعودوا في واديكم من؟ الجيران الجيران هم في وادي السلام مع الحوثي ألا تخشون من رغمت السعودية مثلا وبصراحة السلام مع الحوثي؟ الحوثي لا يريد السلام لكن الجيران يريدون السلام لو سمحت لأكمل الحوثي يرى في السلام عبارة عن تكتيك حربي ويرى فيه باب من أبواب تحصيل الأموال ومحاولة تحييد التحالف العربي لأنه يتوهم أنه ممكن أن يستفرد ببقية القوى والجغرافة اليمنية وهو وهم وقد جدربه خلال السنوات الماضية ويعرف ذلك ولم يستطع ولم يستطع المملكة العربية السعودية أنت تقصد تحديد أن المملكة العربية السعودية أنا أتكلم عنها المملكة العربية السعودية بعد عشر سنوات من الحرب ترى بأنها تعطي للسلام فرصة وفعلاً بذلت كثير من الجهود في محاولة الوصول إلى السلام عادل ولكني أعتقد أن الحوثي سيخيب ظن الجميع لأنه أولاً لا يهمه اليمنيين ولأنه منذوق بيد إيران ألا تخشون بصرحة العبارة في الإصلاح من سلام حوثي السعودي؟ نحن لا نخشى ذلك نحن لدينا قضيتنا ونحن كيمنيين نعرف ما هي قضيتنا ومن يمثل خطر على القضية اليمنية المملكة العربية السعودية وبقية دول التحارف العربي بذلوا جهود مقدرة ومشكورة وأيضاً هذه قضيتنا بالدرجة الأولى فمن حق المملكة العربية السعودية أن تعقد اتفاق مع الحوثي بالطريقة التي تراها مناسبة ومن حق اليمنيين أن يتعاملوا مع قضيتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة نعم نعم في حال اتفاقت السعودية مثال يدومي وطرح شروط السلام المرجعيات وأيضاً ترك الميليشي للسلاح في حال السعودية تجاوزت هذه الشروط ماذا سيكون موقف؟ هناك مؤسسة شرعية مجلس الرئاسة وهناك حكومة وهناك أحزاب وطنية باعتلاف وطني موجود دعم للشرعية ولديها أيضاً رؤيتها للسلام ومعلنة وتم أعلنها في بيان رسمي وتحدثت عنها قبل قليلاً تنسقين مع هذه الرؤية للإصلاح لكن السعودية هي صاحبة القرار الآن السعودية صاحبة القرار فيما يخص مصلحتها الوطنية ومصلحتها القومية والسلطة اليمنية والشرعية اليمنية صاحبة قرار فيما يخص مصلحتها في السلام والحرب لكن اسمها لسلطة علي ومن وكيبيديا يعرفوا الإصلاح بأنه عامل للسعودية لسنا عملاء لكن لوكيبيديا موقع أنتم كإصلاح لماذا؟ يعني تعرف هي كانت في البداية وكيبيديا عبارة عن يعني كان يدخل إليها معلومات من يريد كيف ما يريد لكن دعني أقول في هذه النقطة التجمع لمن صلاح طبما هو الحزب الوحيد الذي نص في برنامجه السياسي على علاقة قيدة علاقة إيجابية مع السعودية بالأرض عام 1990 هذا يعزز النقل عملاء وليس وليه 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 فيه وكان رئيس التجمع إذا كان البرنامج السياسي يحلو السعودية فيه نعم كان رئيس الإصلاح الشيخ عبد الله رحمة الله عليه على علاقة مميزة بالمملكة العربية السعودية ونحن أيضا نعتقد أن لدينا علاقة تحالفية مميزة مع المملكة العربية السعودية فلسنا أنداد ولسنا تابعين نحن حلفاء بحجمنا غرام من طرف واحد مع المملكة العربية السعودية يعني قد يكون غرامنا أكثر بالمملكة هو غرام منكم قد يكون غرامنا أكثر بهم ربما ولا بديل ما ببديل دائما نسبالي الصلاح يقول لا بديل عن السعودية ما ببديل عنها يعني غرام نحن لا نبحث عن بدائه لا الجغرافية لها منطقها روابط الجوار والجغرافية والثقافة والامتداد والتداخل هذا موضوع لا يمكن الحديث يعني أنا لا يمكن أستورد جيراني كما أن المملكة العربية السعودية أيضا لا تستطيع أن تستورد تغير جيرانا فأقدر الجغرافية بهذا المعنى هنا نبحث في كيفية إقامة علاقة جوار مناسبة ومنافع متبادلة لا نبحث عن بدلاء أو يعني مثلا عندما أراد الحوثي أن يستبدل المملكة بإيران ماذا كانت النتيجة؟ فوضع إذن أنتم مع هذه العلاقة لا ترون بديلا عنها حتى وإن كلفتكم الكثير كحزب نحن مع علاقة مميزة بالمملكة العربية السعودية ونسعى أيضا إلى تمييزها أكثر وكذلك مع بقية أشقاعنا في الجزيرة العربية والخريج وبقية الدول العربية والصديقة ونريد أن نمتن هذه العلاقات بما يخدم بلادنا ومؤسساتها الرسمية وجمهوريتنا واستقرارنا لكن الملاحظة على كلمة الليدومي أنها لم تذكر الإمارات هذه السنة دائما نذكر التحالف العربي السعودية والإمارات هذه المرة ذكرت السعودية فقط والملك وولي عهده الإمارات لم تذكر علاقتنا بالملكة العربية السعودية جيدة ونسعى أن تكون كذا أكثر من ذلك وعلاقتنا بالأشقاء في الإمارات هي علاقة تستطيع أن تقول عنها أنها هادئة ليست فاترة كثيرا وليست في مستوى متقدم هي علاقة هادئة الأخوة في الإمارات لديهم بعض الملاحظات أو موقف من التجمع ونحن نسعى أن نذيب هذا الحاجز بقدر الإمكان ونحن في هذه المناسبة في كل مناسبات ندعو أن تكون لنا علاقة مميزة مع كل دول الجوار ومع الدول العربية جميعا ونحن يدنا مبدودة لهذه إلى أي علاقة جيدة مع أي دولة أيا كانت نعم سيد علي سأعود إليك أيضا للعلاقة مع شركاء الوطن لكن بعد هذا الفاصل نذهب أعزان المشاهدين إلى فاصل ونعود مع الأستاذ علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية لتجمع الإصلاح لمزيد من النقاط التي قد تحتاج إلى الإضاحات من الحزب في ذكرات أسيسه الرابع والثلاثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر